موسيقى هياكم الله مجددا في أهلا في اليومين الماضية انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بنشوفه معنا الآن أثناء الحديث لواحدة من سيارات الهلال الأحمر هذه السيارة الموجودة أمامكم وكان في حديث كثير حول السيارة هذه إن سيتم الاستعانة بها في إنقاذ الحالات الطارئة في المناطق الوعرة إنه في بعض الأشخاص قالوا بدأ استخدامها لسه ما بدأ استخدامها هي رايحة للهلال الأحمر كلام كثير حول هذا الموضوع فأحببنا أن نوضح الصورة الكاملة حول حقيقة هذا الفيديو استخدام هذه السيارة مسماها وأعتقد أنها سميت طمية وبنعرف الآن المسمى الحقيقي لها وطريقة الاستخدام مع ضيفتي الكريمة الدكتورة رؤى هجام وهي مديرة إدارة الاستجابة الموسمية والطارئة بهيئة الهلال الأحمر والسعودي مساء الخير دكتورة شكرا لقبولك الدعوة مساء النور وأهلا وسهلا فيكم شفت الفيديو وش حقيقته أولا؟ صحيح هذا الفيديو هو خاص بعربة ومركبة اسمها طمية المركبة هي برمائية ومخصصة للتعامل مع الحالات خصوصا في حالات الطوارئ والسيول وتصل إلى المناطق الصعب للوصول إليها أول مرة تستخدم عندنا؟ هي أكيد سيارة مصممة خصيصا لهايئة الهلال الأحمر وتم تصميمها بتفاصيل دقيقة لتقديم الخدمات الإسعافية الطبية لا لحظة أنا همني هذا الكلام هي مصممة خصيصا للهلال الأحمر السعودي ولا هي إجمالا مصممة لخدمات الهلال الأحمر حول العالم وأنتم استفدتم منها؟ لا هي مصممة بمواصفات خاصة علشان تقدم الخدمات الطبية الإسعافية وتستخدم من هيئة الهلال الأحمر السعودي للهلال الأحمر السعودي بمعنى أن مواصفات هذه السيارة أنشئت لنا صحيح جميل الآن تستخدم أو لسه؟ أكيد هذه الآن حاليا لأنه تم تجشينها في الحج الماضي ويمكن ما لقت الرواج الكبير اللي مثل ما هي الآن من خلال السوشيال ميديا لكن تشنى العمل فيها وأطلقناها في الحج الماضي والآن هي تستخدم بشكل بسيط مثلا فرضيات مثلا تغطيات مناسبة هل هناك كمية من المركبات هذه موجودة عندنا أم لا وحدة اللي شفناها بس؟ هذه المركبة نوعية وفريدة ووحيدة آه هي الوحيدة صحيح طيب وش بتكون آلية استخدامها يعني إذا كانت وحيدة إذا حتشتوها في مناطق ثانية أو منطقة معينة كيف بيتم الاستخدام؟ هي الآن هي مصممة لنقل حالتين وتكفي لعدد ستة أشخاص لكن المستقبل بإذن الله يعني إذا بدأنا بتوظيفها باستخدامها بشكل متكرر ممكن أن نستفيد منها ونجيب عدد أكبر 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 طيب حلو تسميتوها طمية ليش؟ هو طمية جبل موجود في بريدة شكل الجبل هو كده مخروطي ومسطح من الأعلى فحسنا أن الجبل بضخامته وثباته وقوته مناسب أنها تكون كقوة خدماتنا ورمز جميل أن نستفيد من هذه المعالم بترويج عنها للمجتمع والناس ويعرفوا هذا الجبل جميل بصراحة فكرة اختيار الاسم حلوة لكن سؤالي حول الاستخدام الآن المرات التي جربتوها كيف كانت فعاليتها؟ كيف شفتم جودتها؟ الحقيقة الآن في مرحلة إطلاق نقول أنها تجربية وليست هي الفريدة لدى الهيئة أكثر من 33 مركبة نوعية من متنوعة عندنا طويق ومسمينا على جبل طويق متخصص للاستجابة للحالات متعددة الإصابات لدينا سند وهو من الإسناد ويسندنا في التموين والتجهيزات الطبية لدينا هداج وضمك وأيضاً هي كلها معالم يعني ترمز إلى الصلابة والثقة والقوة والله بصراحة يعني تهنئة للي اخترع هذه الفكرة جو الهيئة في إطلاق هذه التسميات اللي لها علاقة بالجبال بالقوة بالشموخ بالصلابة بالحضور وبالتوفيق إن شاء الله طيب دكتورة يمكن اللي شفنا هو جزء من جهود الهلال الأحمر اليوم في الحالات الإسعافية هذه اللي شفناها تستخدم في الحالات البرية الوعرة والمائية صح؟ صحيح المائية مثل أي شيء؟ مثلاً سيول ارتفاع أمطار يعني لو تلاحظ الارتفاع العجلات أو الكفر يساعدها أنها ممكن أن تدخل في أماكن تكون شوية مليانة فيها مرتفع فيها مستوى المياه أيضاً يعني إذا تمت تجربتها بقيادتها في أماكن وعرة جبلية نائية قد تكون من المناسب أيضاً استخدامها في هذه الحالات عظيم طيب وفي 33 سيارة نوعية بمختلف الأشكال بس على هذا الشكل وحدة إليها صحيح وحيدة لدينا مثلاً عربات قيادة أحداث اللي هي اسمها ثرية أيوة وهي يعني عربة متخصصة في قيادة الأحداث Control Unit فيها غرفة اجتماعات ومرتبطة بشكل مباشر مع غرف العمليات في المناطق أو المركزية أيضاً عندنا يوجد لدينا سيارة اسمها جميل رفيدة تم تسميتها على اسم أول ممرضة في الإسلام أو طبيبة اللي هي رفيدة الصحابية رفيدة وتؤدي هذه المركبة هدف سامي اللي هو التدريب على أساسيات الإسعافات الأولية وعلى الإنعاش القلبي الرئوي للناس داخل المركبة ممكن نستخدمها كوحدات تدريبية متنقلة أي؟ أو أنها تستخدم في أي مناسبة أو فعالية أو مؤتمر لتفعيل دور التعليم والتدريب على الإسعافات الأولية وCPR و... أريد أن نحط المشاهدين المشاهدات في الصورة بالنسبة للإحصائيات لدينا العديد من المبادرات ولا يخفى الجهود الكبيرة التي تفذلها إدارة التدريب والتفقيف المجتمعي لإشراك المجتمع ورفع الوعي المجتمعي بخصوص الأساسيات سواء في تقديم الخدمات الإسعافية البسيطة والمهارات التي نحن مركزين عليها بشكل رئيسي هي التعامل مع حالات النزيف، الكسور، الغصة، الاختناقات تقديم أيضا الإسعافات الأولية بتعليم المجتمع عن أساسيات الـ CPR اللي هو النعاش القلبي الرئوي لدينا الآن مبادرة تستهدف مليون مبادرة مجتمعية لكافة المجتمع تستهدف مليون شخص متدرب إلى الآن تمت إطلاقها من بداية عام 2023 وتم تحقيق إلى الآن بعدد كبير أقدر أقول 417 ألف متدرب ممتاز، أنتم المليون متى تستهدفونه؟ في خلال سنتين في خلال سنتين، اليوم وصلتم إلى 400 صحيح أنا أتوقع قبل السنتين بتوصلوا إلى مليون بإذن الله أكيد بالأرقام الكبيرة من الإقبال الشديد من المجتمع لتعلم هذه الأساسيات هذا الشيء يعني يساعدنا أكثر بالإنطلاق وتقديم هذا الـ بمناسبة للحديث عن المجتمع هناك نقطة مهمة بأخذك لها ونرى توضيح من الهلال الأحمر السعودي بخصوصها اليوم المركبات الإسعاف التي تذهب إلى الحالات الطارئة صحيح ما الآلية والإجراء الموجود بخصوصها في الشوارع؟ أقصد من حيث إفساح الطرقات لها من حيث تجاوز إشارات المرور ما الآلية والإجراء النظامي الموجود الآن والمتبع في هذا الخصوص عشان تكون الصورة أولاً واضحة للناس والمشاهدين جميعاً وثانياً فيها رسالة تثقيفية للجميع عشان كل واحد يعرف دوره في الشارع حقيقي جهودنا ما تكتمل إلا بتعاون المجتمع معنا ومثل ما تلاحظون شوارع هذه الأيام تكون مزدحمة ولذلك تم إطلاق قبل فترة وهو نظام الرصد المخالفات للعربات أو السيارات التي تتبع أو تلاحق سيارات الإسعاف ولكن مبدأ المخالفات وهذه الأشياء لا نريد أن نكون شديدين في هذا الموضوع ولكن حياة المريض وإنقاذ الروح هي من أولوياتنا ومن رسالتنا ممكن نشرنا في الفترة السابقة وسم أو هاشتاغ اللي هو أفسح الطريق وفيها كان التوعية أنه إذا صار فيه سيارة إسعاف إيش المسار اللي السيارة هي السيارة إسعاف اللي رح تسلكه أكيد المسار السريع في كل الأحوال رح يكون المسار الأيسر لسيارات الإسعاف وفي الحملة هذه تم التوعية أنه إذا صار مثلا الشارع فيه مسارين ممكن يكون طريقة الفسح مختلفة أنها تكون من المنتصف أو إذا كان مزدحم وكان فيه ثلاث مسارات ممكن المسار الأول والثاني السيارات تنزاح له يصير المسار بين المسار الأول السريع والوسط هذا كله عشان تحقيق الرسالة للهيئة هي تود تحقيقها هو حفظ الأرواح وتخفيف المعاناة على المريض طيب خليني بس دكتورة ناخذها واحدة واحدة الآن خلينا من السيارات اللي تلحق الإسعاف بنجيلها الحين اللي قبل الإسعاف الآن في حالة طارئة سيارة الهلال الأحمر متجهة السيارات هذه اللي قبل إذا كانت واقفة عند إشارة مرور إذا كانت واقفة في إزدحاب إيش التصرف اللي تسويه مفروض السيارات اللي ينص عليه النظام إنها تمشي عادي تقطع الإشارة ما فيها مسؤولية هذه الأمور يعني مع إدارة المرور تم أنا أعتقد يعني ما أرح أكون بالدقة لكن فيها ضوابط أنه لإلغاء المخالفات على هذه السيارات بحيث أنهم يفسحون الطريق بحيث أنهم يفسحون الطريق ويثبتوا أنه كانت هذه قطع الإشارة بسبب أنه السيارة وجود حالة إسعافية حرجة أدت إلى قطع الإشارة وهذا يعني ممتاز طيب قبل شوي لفتني في حديثك السيارات اللي تمشي وراء سيارة الإسعاف اللي يعني معلش على التعبير تلزق في سيارة الإسعاف وتمشي هذه إيش بخصوصها؟ حقيقة هذا من الأمور اللي إحنا ودنا يعني نوعى الجمهور والمجتمع أنه سيارة الإسعاف هي تحمل روح وما تدري أنت إيش اللي جالس يصير داخل هذه الكابينة قد يكون المسعف يقدم يعني إجراءات تتطلب التركيز والهدوء فأحنا بقدر الإمكان نبغى نخلي البيئة اللي حوالين هذا المسعف آمنة ونقلل التوتر المصاحب في عملية إنقاذ الروح خارج المستشفى أنت عارف إحنا نشتغل في الهيئة دائما خارج نطاق المستشفيات فهذه البيئة مستحيل أنها تكون مريحة يعني دكتورة السيارات اللي تلحق بالسيارة الإسعاف بهذه الطريقة مخالفة هي مخالفة ومزعجة وتوتر كمان السائق اللي قاعد يسوق سيارة الإسعاف جميل السيارات اللي قبل أنت تعتقدين أنه بحسب نظام المرور أنه ما يخالفون إذا قطعوا الإشارة وبرضو نحيل هذا الموضوع إلى المرور أنه يعطونا إجابة واضحة عليها أنه هل يخالف أو لا يخالف واعتقد أنه النظام اللي صدر أنه ما يخالف أنها تشال المخالفة المهم أنك تفسح الطريق لكن الجديد في كلامك اللي هي اللي ورى الإسعاف أيوة هذه مخالفة إذا تم يعني إذا صارت قريبة جدا من المركبة مخالفة وأيضا يعني قد يكون في المستقبل وسيرى النور قريبا وجود كاميرات رصد لهذه اللوح والسيارات فيكون بيننا وبين الجهات الأمنية تعاون بحيث أنه يكون فيه رصد كبير للمخالفات للسيارات أشكرك على هذا التوضيح أخذك إلى مدة الاستجابة الزمنية دكتورة كيف أنتم تقيسونها داخل الهلال الأحمر كيف تعملون عليها إجراءات من وصول البلاغ والاتصال حتى مباشرة الحالات بها الخصوص جهود الهيئة التي تبذلها خلال السنوات الماضية ومستكملتها هي تتطلع إلى استجابة زمنية بأسرع وقت أي اتصال من أي مواطر أو مقيم بالنسبة لنا أولوية قصوى ولكن مثل ما أنت تعرف أن الوصول إلى الحالة قد يواجهنا بعض التحديات بسبب إما ازدحام مروري أو بعدم وضوح أو دقة الموقع من طالب الخدمة أو بسبب مثلا كثافة البلاغات في هذا الوقت لكن بالنسبة لزمن الاستجابة للهيئة تعمل جاهدة هو أقل مدة زمنية نصل فيها إلى المريض ونستجيب فيه بشكل وممكن دكتورة إذا تسمحي لي يعني اليوم مثل ما أنتو ابتكرت هذه السيارة وصنعت خصيصا للهلال الأحمر ممكن تكون في ابتكارات ثانية موجودة عند الهلال الأحمر إما الآن أو مستقبلا لتفادي الزحاب للوصول بشكل أسرع لأنه أنت تعرفي الحالات الطارئة الدقيقة تفرق الثانية تفرق في هذه الحالات صح أكيد وهذا الشيء إن شاء الله في مشروع اللي هو ربط الإشارات المرورية مع سيارات الإسعاف بحيث أنه المسار اللي سيارة الإسعاف تكون موجودة صير الإشارات تفتح بتماتك وسيرى النور بإذن الله قريبا ومتأكدة أنه زمن الاستجابة حيصل إلى يعني رقم قياسي رقم قياسي والله هذه مهمة الآن فيه اتفاق أنه يطبق نظام أنه يصير ربط بين إشارة المرور وسيارة الإسعاف بحيث أنه إذا السيارة جاية تفتح الإشارة بإذن الله سيارة النور قريبا هذا مشروع قائم وبإذن الله يعني إذا تحققت في الفترة القادمة القريبة حيسوي فرق كبير معلومة مهمة جدا أشكرك عليها طيب اليوم يعني نشوف ونقرأ كثير في مواقع التواصل أنه التجمهر 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 دائما من الأشياء المعيقة أنتوا في الميدان اليوم فعليا هذا الموضوع ما زال موجود ويعيقكم ويعرقلكم وتقول للناس اليوم لا تجمهرون أكيد وهذا الشيء احنا ودنا الجمهور يعيب بأهمية أنه فسح الطريق زي ما ذكرنا قبل قليل هو يعتبر ضمن العوامل وأيضا عدم التجمهر في الحالة الإسعافية الآن بفضل الله عندنا سفراء حياة بعدد كبير الأربعمائة ألف اللي تم تدريبهم وتثقيفهم يعتبر سفير حياة وممكن أنه ينقذ الحالة اللي قدامه لكن لكن ممكن الأحد مخول أن يقدم هذا الخدمة وهذا الدور الرئيسي اللي الهيئة تقدمه لكن نتمنى من تعاون الجميع بالابتعاد عن التجمهر أيضا حتى الحوادث المرورية إذا صار في حدث مروري يعني حاول أنك تتجاوز الحادث بسلاه سلاح لكي لا تسبب يعني ازدحام يعني خلينا كده نقولها ببساطة إذا أنت ما عندك خبرة وما أخذ دورة إسعافية وما رح تقدم خدمة إنقاذ حياة لا تتجمهر صحيح احنا جايين وبننقد صحيح شكرا شكرا للدكتورة رؤى هجام حقيقة مجموعة من المعلومات الجيدة مجموعة من القرارات المنتظرة في هذا الشأن مجموعة من الجهود اللي اليوم نقول للهلال الأحمر السعودي الله يعطيكم العافية وإلى مزيد من التقدم إلى مزيد من النجاح إلى مزيد من التفوق كل ما شفنا ابتكار جديد كل ما شفنا حالات إسعافية جديدة كل ما شفنا استجابات أسرع كل ما انبسطنا وانعكس هذا على الواقع اليوم شكرا لكل أساتذة الكرام اللي سهلوا لنا التنسيق لهذا اللقاء بعد هذا الفاصل ألقاكم